السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام تفضل شان اكرامي تفضل اه تفضل يعني اكو موضوع الحلقة لو اطرح اشكال انا موضوع عندك اشكال ولا اطرح اشكاله انا افضل تطرح اشكالك اول شي اشكالي هل طالبكم الامام علي ان تطالب الامة بالامان بامامته امامته نعم. هو اكيد اه اللي عرفه انا طالب بس رواية او حديث ما عندي هسا. يعني انت ما انت عرفت اني طالب? عرفت منين ان هو طالب? انا عرفه يعني من المتواتر. بس انت ده تريد اجيك بالروايات شو تقول? خلاص ان شاء الله تيجي بكر بكرة بالروايات ان شاء الله. زي انا سيصيران اطرح اشكال? لا خلاص ما انت ما جاوبتش على اشكال لتطرح اشكالك ليه بقى? اه ليش? ما انت عالم. طب خليك ما هي بس اتاكد لان النت اه نت شغال. طيب اه اتفضل اطرح اشكاله. لا اعمال انا مش عالم. انا من عام اهل سنة والجماعة. ولكن بفضل الله استطيع رد على اكبر رأسي من معمام الامامي. انا اسا حتى صغير. صغير بكرة تكبر يا حبيب ان شاء الله. اتفضل سال سؤال. بقول لك سال سؤالك. اسا سؤال واحد اسا ما يصير? بقول لك سال سؤالك. اسا السؤالي جيد. في القرآن الكريم مذكور ان الله سبحانه وتعالى يملأ الجهنم في الانسي والبشر. سوان 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 سوان. انت عندك اشكال في القرآن الكريم? لا لا مو اشكال بالقرآن الكريم. الحمد لله القرآن كامل. عدي اشكال بالبخاري نفسه. اه اولا خلينا نمسك الرواية انا وانت لان انا ليس راضي عن الرواية دية من حوالي ثلاثة ايام. خلنا نمسك انا وانت الاول. هل انت تثبت لله ما اثبته لنفسه? ام تنكر ما اثبته الله تبارك وتعالى? لا لا لا. خلينا واحدة واحدة بس. هنمسك واحدة واحدة الموضوع انا وانت وخليك معايا واحدة واحدة. عشان نمشي واوصلك لحديث اللي في البخاري دوت. انا الله سبحانه وتعالى. لو اخبر بان محمد نبي تؤمن بقول الله? اكيد محمد اخبر الله تبارك وتعالى بشيء. بيوم القيامة. بالشمس. بالقمر. وانت لم ترى ذلك. هل تؤمن به? انا اؤمن بما ثبت بالتفسير. اعطيني روء. سواني 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 سواني. بما ثبت بالتفسير? يبقى انت بتؤمنش القرآن هتروح لتفسيرات تانية? يعني لو انا جبت لك اي الله اثبت بوجود شيء. وهذا الشيء لم تقع على تفسير. هتروح تبقى حسنا. مهو القرآن. مهو القرآن كلام الله. مهو القرآن مثلا. متاز جدا. الكرآن كلام الله. تمام. الله سبحانه وتعالى حينما قال لابليس في كلامه ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. ما معنى بيدي هنا? بما صناعت بيدي. وصناعت اليد تجيهنا بمعنى القدرة. القدرة. طيب. طيب. بما اليد بمعنى القدرة. سواني ما انا همسكك واحدة واحدة علشان نوصل للي انت قلته. قلت هنا اليد بمعنى القدرة. طيب. الله سبحانه وتعالى لو كان خلق آدم بقدرتي كما تقول ما قال لابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. لان ابليس سيقول له وانا يا رب بما خلقت بقدرتي. ما قال لابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بقدرتي. لان ابليس كان سيقول له وانا يا رب خلقتني بقدرتك. لكن الله ميز آدم بان خلقه بيده سبحانه وتعالى. فهل الله خلق ابليس بقدرتي خلق الله اما ترد علي اما انا مش عايزك تكون زي البغبغة. انا بتكلم. روح يا عم روح يا عم. اللي داخل مقفل دماغه دوت ولا يريد ان يستمع. انا عرفك انا كاتم صوته انا بتكلم لانه عادي يتكلم. قلت عشان اتضيف الشعر معنا يفهم اه اكثر منه. وانا بتكلم وبيتكلم قدامي برضو. فانا كاتم صوته علشان اتكلم. وخلص يقول له تبديني ما جاله يرده. هو ما اسمعنيش وقاعد يقاطعني. لو كان الله خلق ادم بقدرته لقال ابليس وانا يا رب خلقتني بقدرتك. ولكن الله ميز ادم بان خلقه بقدرتك. نحن اهل السنة والجماعة نثبت لله ما اثبته لنفسه. وما اثبته له النبي صلى الله عليه وسلم. الله اثبت لنفسه الوجه اليد العين الصفات الربنا اثبتها لنفسي في الكتاب نقول كما هي. نثبتها. طب ولكن لا نفعل كالشيعة العين. يبقى مثل عين البشر. يبقى انا عيني كده يبقى عينه. لا. احنا عندنا الاية القاعدة ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. وفي نفس الوقت هو السميع. البصير. فاثبت نفسي السميع والبصير. فنحن نقول نثبت لله تبارك وتعالى ما اثبته لنفسي. وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ونقول ليس كمثله شيء. ليس كصفات المخلوقين. وانتهى شكرا.